وصفات وطرق سوف تخلصك من الحكة المزعجة هل سبق وشعرت بالحكة المزعجة وكنت ترغب بالتخلص منها فورا؟ سوف نستعرض في هذا المقال مجموعة من الوصفات الطبيعية التي سوف تساعدك على التخلص من الحكة قد تصاب بالحكة لأسباب عديدة مختلفة وعابرة مثل ملامسة نوع معين من النباتات أو نتيجة عضة حشرة مثل الباعود كيف تستطيع منع نفسك عن الحكة؟ إليك بعض الوصفات الطبيعية أولا تستطيع هنا تجربة جيل الصبار أو حتى كريم النعناع الطبي المبرد خاصة إذا كان سبب الحكة هو حروق الشمش أو لساعات الباعود ولكن يجب استخدام منثول بنوع من الحضر إذ أنه في حال تم استخدامه بشكله المركز قد يتسبب بتحسيس البشرة ثانيا الكريمات المرتبة العالية الجودة تعمل الكريمات المرتبة ذات الجودة العالية على حبس الماء والرطوبة في الطباقات الجلد العلوية جاعل إياها أقل جفافا مما يقلل من الرغبة في الحكة الجلد ثالثا الشوفان الشوفان لا يقتصر على كونه وجبة خفيفة يفضلها الكثير على الفطور فهناك نوع معين من الشوفان يتم طحنه وعمل مسحوق منه يدخل في صناعة العديد من أنواع الصابون والمرطبات رابعا مضادات الهيستامين يعتبر الهيستامين أحد أنواع المواد الكيمائية الموجودة في الجسم والتي تسبب في ظهور أعراض الحساسية بما في ذلك الحكة لذا فإن مضادات الهيستامين تمنع تأثير هذه المواد وهذه الأدوية هي التي تستخدم عادة في علاجات الحساسية ولكن يشدر بنا التنويه هنا إلى أن المضادات الهيستامين سوف تشعرك بالنعاس لذا يفضل أخذها قبل خلود للنوم وكانت الدراسة قد صدرت عام 1996 قد أوصت بوضع مضادات الهيستامين على المنطقة الحكة مباشرة وعدم ابتلاعها لتجنب تأثيراتها المتيرة للنعاس خامسا مضادات الاكتئاب مع أن هذا الأمر قد يبدو غريبا بعد الشيء إلا أنه أظهرت بعض الدراسات فيما الممكن لمضادات الاكتئاب أن تساعد في تخفيف من الحكة إذ أن بعض أنواع مضادات الاكتئاب تعمل على إطلاق السيريتيون والذي يعمل على زيادة استرخاق النواقل العصبية في الجسم والذي قد تحفظ الرغبة في الحك الجلب ولكن هذا النوع من العلاجات يستخدم فقط في حالات الحكة المزمينة سادسا كمادات الترج الباردة يوصي بعض الخبراء بعلاج الحكة الناتج عن عضة البعود مثل باستخدام كمادات ماء باردة أو باستخدام كيس مليء بالترج والسر هنا هو البرد لذا حاول قدر استطاعتك عدم تعرض منطقة الحكة لأي مصدر حراري فهذا من شأنه أن يهيج المنطقة سابعا توقف عن الحكة عندما تكون مصابا برغبة شديدة في الحكة فإن الانصياع لهذه الرغبة قد يتسبب بمشاكل كبيرة إذ من الممكن للحكة الشديدة أن يسبب تمزقا في البشرة ويزيد من الفترة اللازمة للتعافي كما قد يتسبب الحكة الزائدة للمنطقة المصابة بنوع من العدوى أو التهابات لذا حاول مقاومة الرغبة في الحكة قم بقص أضافرك كي تقلل من فرص جرحك لنفسك إذا ما قمت بالحكة قم بارتداء تياب مصنوعة من الأقمشة لا تطير الحكة أو تهيج في الجلد متى تكون الحكة خطيرة؟ مع إن الحكة بحد داتها ليست أمرا خطيرا في الغالب إلا أن الشعور برغبة في الحكة كافة أنحاء الجسم قد يكون مؤشرا على مشكلة خطيرة مثل مشاكل في الغضة الضروقية مشاكل في الكلا أمراض الكبد أو السراطان ومهما كان السبب في الحكة الحاصلة عليك الاتصال بالطبيب إذا ما استمرت الحكة دون انقطاع مدة ثلاثة أيام أو أكثر كما عليك الاتصال به فورا إذا كان سبب الحكة غير واضح أي لا وجود لعدة حشرة أو لطفح جلدي ولا الجروح أو كدمات من أي نوع ترجمة نانسي قنقر